هنا في الكونغرس يدل المدير التنفيذي لتيك توك شيزوتشو بشهادته في حين أن المدير التنفيذي لشركة أبل تيم كوك موجود في بكين وألقى خطاباً أمام منتدى التنمية الصيني السنوي والمطالب من الطرفين الثابتة حماية البيانات عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل طلبت الصين تيم كوك بتقوية أبل لإجراءات حماية البيانات لكن عكس تيك توك في أمريكا فالصين هي شريك رئيسي وسوق كبير للشركة أبل تقول إن مبيعاتها في الربع الأخير من العام الماضي قدرت بـ 24 مليار دولار تقريباً في الصين ما يجعل البلاد ثاني أكبر سوق لمبيعات أبل خارج الولايات المتحدة بعد أوروبا أمر آخر مختلف فيما يخص التطبيقات والأجهزة الإلكترونية في الصين والولايات المتحدة أفضل التطبيقات الصينية وجدت جمهوراً كبيراً في الولايات المتحدة 150 مليون مستخدم نشط شهرياً لتيك توك مثلاً لكن القليل من التطبيقات الأمريكية قادرة على اختراق السوق الصينية حيث أن معظم عماليقة البرمجيات في الولايات المتحدة غير قادرين على العمل في الصين بسبب مطالب الرقابة لكن أبل تحاول تغيير هذه الصورة حيث سجلت أرقام شحنها للهواتف خلال الربع الثاني من العام الماضي ارتفاعاً قياسياً بتسعة ملايين وتسعمائة ألف جهاز بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2021 ترجمة نانسي قنقر